وبدأ الحرب المستعرة في غزة منذ أسابيع وبكل ما يرافقها من تغطيات إعلامية مكثفة أبعدت الأنظار بشكل نسبي عن ساحة حرب أخرى يمكن وصفها بالمنسية ونقصد هنا الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية والفصائل المحسوبة على إيران في العراق وسوريا ومنذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي تعرضت قواعد القوات الأمريكية في البلدين إلى خمسة وخمسين هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة خلفت إصابات طفيفة بحسب مسؤولين أمريكيين وتمرد عليها بغارات استهدفت مشاءات لفصائل قالت واشنطن إنها موالية للحرص الثوري في البوكمال والميادين ومناطق أخرى شمال شرقي سوريا وفي ظل استمرار الحرب في غزة وغياب أية بوادر لوقفها يتنام القلق من احتمال تساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط وتحول القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد بأنحاء المنطقة إلى أهداف محتملة وهما يفتح الباب أمام تأجيج الصراع أقليمي وعلى الرغم من أن الهجمات على القوات الأمريكية ليست بالأمر الجديد إلا أن اتساع رقعتها وزيادة وتيرتها وإعلان الفصائل المسؤولية عنها بشكل صريح يجعلها مختلفة عما كان يحدث في سنوات مضت ومن الناحية العسكرية قد لا تبدو هذه الهجمات ذات ثقل وخطورة كبيرين لكن ما يؤهلها لأن تشكل خطرا أكبر على أمن المنطقة هو لجوء الإدارة الأمريكية الآن وفي المستقبل للتعامل معها كتهديد يستوجب ردعها أكبر وهو ما يعني بالتالي نقل قوات أكبر وأسلحة ومعدات تضع مصير المنطقة أمام مزلق يصعب على دول المنطقة منه الخروج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة